نواصل حديثنا عن الصراع التنظيمي ونتحدث اليوم عن آثار الصراع وأولاً الآثار الإيجابية للصراع أول هذه الآثار إبراز القدرات والاستعدادات الكامنة باعتبار أن كل الطرف المتصارية تسعى إلى إبراز قدراتها واستعداداتها للإبداع والابتكار وهذا يعتبر أثر إيجابي من آثار الصراع كذلك من الآثار الإيجابية لتاحة الفرصة للنقاش لأن عدم وجود صراع يجعل أو يخلق نوع من الجمود ولكن وجود صراع يخلق نوع من الحراك الفكري والنقاشات وحتى إتاحة الحصول على فرصة للنقاش كذلك من الآثار الإيجابية للصراع شحز الهمم أو شحز همم العاملين ومثل ما ذكرنا تشجيعهم على الإبداع والابتكار والتشجيع هذا فيما يتعلق بالآثار الإيجابية طبعا هذه الآثار على سبيل المثال وليس الحصر هناك آثار سلبية للصراع أولها أن الصراع يدفع الأطراف إلى سلوكيات وتصرفات قير مسؤولة لأننا ذكرنا في مفهوم الصراع أو في الفرق الجوهري ما بين الصراع والتنافس أن كل طرف يسعي للقضاء على الطرف الآخر وهذا يمكن أن يؤدي أو يقود أحد الأطراف إلى استخدام سلوكيات وتصرفات قير مقبولة أو قير مسؤولة للقضاء على الطرف الآخر وكذلك من الآثار السلبية للصراع أن يلجأ أحد الأطراف المتصارعة إلى تصفية المعلومات وتحريفها وبس الإشاعات المغرضة وكذلك أن يؤدي الصراع إلى إعاقة العمل التعاوني وهذا عكس التنافس الذي يمكن أن يقود إلى التعاون فالصراع يؤدي إلى إعاقة العمل إلى تعطيل العمل إلى تعطيل تحقيق أهداف المنظمة كذلك من الآثار السلبية للصراع مسألة تبديد الطاقات وبسبب كسرة الصراعات والنزاعات داخل التنظيم وبسبب تبديد الجهود في كيفية الغضاء على الطرف الآخر إذا استخدمت طاقاتها وجهودها في تحقيق أهداف المنظمة أو في خدمة العمل كان أولى أو أفضل من الدخول في الصراعات لأن الدخول في الصراعات يؤدي إلى كل هذه الآثار السلبية وقيرها بطبيعة الحال أستعودكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر